بسم الله الرحمن الرحيم نتحدث الآن عن جمال الصوت قد لا تكون هناك مشكلة واضحة من حيث بحة أو انقطاع في الصوت ولكن قد يشتكي المريض أو الحالة أنه أنا ما نقادر أنزل في الطبقات التي كنت أنزل فيها صوتي الغنائية حين نسميه صوت الغنائية أو صوت أثناء القراءة هناك مشكلة عدم حرية أنا أظن قد نتحدث قليلا في هذه الدقائق عن بعض الخصائص للصوت التي قد تفيد عند الحديث عن هذه الأمور هناك خصائص مهمة ينبغي الرجوع عليها هناك ما نسميه شدة الصوت يعني قوته تقاس بديسيبل صوت عالي صوت واطي التحكم جيد فيها أيضا مناسب وتكون الشدة الصوت وعلوه مناسبة للوضعية أيضا من الأشياء المهمة حدة الصوت نحيف أو عالي عادة صوت الأطفال أصوات النساء ذات تردد عالي بالهرتس يقاس بالمئات ميتين وأكثر الرجال مية وشوية هذه خصائص أيضا مهمة ينبغي الدراستها والعناية بها أيضا ما نسميه طبقات الصوت أو طبقات الصوت من المهم أن يكون المنشد أو المغني أو محترف استخدام الصوت وخصوصا المقرئين الذين يعني يرتلون وهكذا يعرفون مثل هذه الطبقات وتكون عندهم قدرة أن ينزلوا بينها ويتنقلوا بينها بحرية من غير مشاكل أيضا ما نسميه المدى المساحة الصوتية أو النطاق الصوتي من المهم جدا وسنتحدث عنها بعض قليل أن يعرف كل مننا كل متحدث كل مقرئ كل منشد كل محترف استخدام الصوت ما هو المدى الصوتي المجال الصوتي المناسب وأكد هنا على نقطة مهمة التحكم في التنفس قد تقول الحنجرة سليمة من حيث الخلقة والأعضاء ولكن لأن المقرئ أو المنشد أو مستخدم الصوت لا يوجد التحكم في النفس لا يأخذ نفس كافي لا يتحكم فيه بشكل جيد أثناء الأداء قد تكون هذه المشكلة تؤدي إلى مشكلة في الأداء وإخراج الصوت هذه الشريحة تبين الطبقات المختلفة الجواب والقرار وجواب الجواب ما أؤكد عليه هنا أن ينبغي أن يكون لكل مننا معرفة لكل متحدث لكل مقرئ لكل منشد يعرف ما هو المدى المناسب لصوته والطبقات المناسبة لصوته من المهم أن يكون كلامك وحديثك ضمن المدى الصوتي لك انظر معي إلى هذه الشريحة عندما يكون أكثر كلامك أو حديثك في الجواب مرتفعاً الطبيعي أو المتوسط لك عندما تصل إلى جواب الجواب ستتجاوز المدى المناسب لك هذا مجهد مرهق لا يعطيك حرية الحركة والتنقل الجيد معرفة المدى المناسب للصوت خطوة مهمة وهامة بالمناسبة هذا المدى ممكن التحكم به عن طريقة التدريب وممكن تطويره عن طريقة التدريب وأيضاً ليست مشكلة هناك ما نسميه النطاق الصوتي الشخصي أو المساحة الصوتية هناك أجهزة تساعد هناك خبراء متخصصين في هذا ممكن الرجوع إليهم بحيث يعرف المقرأ المنشد محترف استخدام الصوت ما هو المدى المناسب له إذن لنعرف المدى الصوتي لنعرف الطبقة المناسبة لي التي أستطيع أن أنزل وأطلع فيها بشكل مريح وأجيد فيها الكلام والحديث وإخراج الصوت بشكل مناسب وبإذن الله ستكون لك القدرة ولك القدرة أن يتحدث الإنسان بشكل مريح ونقول فرصة حدوث مشاكل في الصوت تكون أقل ما يمكن إلى هنا وصلنا معكم إلى نهاية حديثنا عن جماليات الصوت والاهتمام به شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر